بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في قناة انجليزي اعدادي مع مصنع السماء ان شاء الله النهاردة نشتغل من كتاب المدرسة هنحل على يونتو اول درسين عندك الدرس الاول والتاني الكلام ده موجود في كتاب المدرسة في صفحة 16 يونتو الوحدة التانية يعني اهداف الوحدة واحنا قلنا الاهداف دي خاصة بالمعلم هنا بيقولك think يعني فكر بقى هل سبق لك ان انت ذهبت الى حفل الزفاف من كان يتزوج اول حاجة هنا بيقول يعني زفاف ابن عمي دي اهداف الدرس برضو خاصة بالمعلم اول نشاط عندك اقرأ الخطة لحفل الزفاف واكمل التعريفات للناس والاشياء اللي في حفل الزفاف ذا برايد ذا برايد اللي هي العروسة شروق اسمها شروق هانزي جروم العريس شريف arrive at 5 بي ام هيوصل لحفل الزفاف في الساعة الخامسة مساء The photographer اللي هو المصور arrives at 5.30 بي ام يصل في الساعة الخامسة ونصف مساء بي ام يعني مساء to take photos of the bride in her wedding dress and the groom يلتقط صورا للعروس في فستان زفافها and the groom way العريس The wedding is اللي هم ضيوف حفل الزفاف arrive for the wedding سيصل لحفل الزفاف for the wedding service اللي هو تجهيزات حفل الزفاف between 6 p.m. and 6.30 p.m. هيصل لتجهيزات حفل الزفاف ما بين الساعة ستة مساء للساعة ستة ونصف The signing of the marriage contract اللي هو اللي هو الامضاء أو التوقيع على عقد الزفاف The marriage contract عقد الزفاف takes place سيحدث between 7.30 p.m. and 8.30 p.m. من حوالي الساعة 7.30 لـ 8.30 نزاء The wedding reception اللي هي الوليمة الوليمة اللي بتبقى في الحفل الزفاف اللي هي بتبقى عبر عن الطعام والشراب وهكذا starts at ستبدأ امتى للساعة كام 9 p.m. للساعة التاسعة The guests اللي هم الضيوف Have a meal Eat wedding cake ياخدوا وقبة وكمان يكلوا كعك الزفاف And take photos with the bride and the groom وكمان يلتقطوا صور مع العروسة وكمان العريس هنشوف هنا أول حاجة هنا نمبر ون بيقول The woman who gets married is the هو قال لك هنا اقرأ الخطة بتاعة حفل الزفاف وأكمل definitions التعريفات هنا بيقول لك The woman طالما قال The woman السيدة التي تتزوج هي هي The bride The bride اللي هي العروسة أما لو قال لك The man The man اللي هو الرجل Who gets married is the اسمه The groom العريس نمبر ثري The people who come to the wedding are The الناس اللي بيقولي الحفل اسمهم ايه The guests الهم الضيوف نمبر فور The ايه تعريف هنا is the paper هي الورقة that the people who are getting married sign الناس اللي زين يتزوجون يوقعون عليها يوقعوا على ايه The marriage contract marriage contract يعني عقد الزواج أما The wedding reception اللي هو وليمة الزفاف is the event هو الحدث where people eat and enjoy themselves يعني بيتناولوا الطعام نمبر سيكس the wedding cake كعكة الزفاف is something sweet هي شيء ما طعمه حل حلو المزا that people had the wedding eat الناس في حفل الزفاف يأكلون يأكلون كعكة الزفاف نمبر سيكس the wedding dress اللي هو فستان الزفاف the wedding dress هو فستان الزفاف is the special outfit هو زي أو ملابس خاصة that a woman wears at her wedding التي ترتديها المرأة في حفل الزفاف ها شوف هنا نشاط اثنين بيقول listen and check your answers for exercise one استمع وتحقق من أو راجع إجابتك على exercise number one اللي هو exercise رقم واحد number three read and listen اقرأ واستمع منال social media posts هي مدونة منال على social media اللي هي المنشورات يعني اللي نشرها منال على وسائل التواصل الاجتماعي about عن ايه a wedding عن حفل زفاف choose a correct photo for each post اختار الصورة الصحيحة لكل منشور من دول هنقرأ الاول عشان نعرف ايه هو الاختيار الصحيح هنا بتقول last week end in Luxor في عطلة نهاية الاسبوع في الاقصر my cousin اميرة got married to ايمن ابنة عمي اميرة تزوجت لي ايمن it was a really fun day كان يوما مريحا بالفعل او ممتعا بالفعل i have a large family انا لدي عائلة كبيرة and more than half of the wedding guests were members of my family اكتر من نصف ضيوف الحفل حفل الزفاف كانوا افرادا او اعضاء من عائلتي i love seeing my whole family come together to celebrate with اميرة and ايمن انا احب رؤية عائلتي باكملها تأتي سويا او تأتي معا لها together to celebrate عشان يحتفلوا مع اميرة وايمن i saw aunts and uncles who live a long way from us انا رأيت عمات واعمام الذين يعيشون في a long way يعني بعيدا a long way from على بعضها معناها بعيدا عن يبقى بعيدا عن and who i don't see very often وانا الناس دول اللهم الاعمام والعمات انا لا اراهم very often يعني بتكرار او غالما this is a photo of me هذه صورة لي next to amira بجانب اميرة and some of my cousins وبعض من ابناء عمي طيب البوست ده بيصف انه صورة بيصف الصورة دي number one number two the wedding service هي الخدمة اللي بتقدم في الحفل او التجهيزات التجهيزات للحفل was really beautiful يعني كانت بالفعل جميلة حقيقة جميلة when amira arrived عندما وصلت اميرة you could hear everyone say wow هي انت تستطيع ان تسمع الجميع يقولون wow she looked so beautiful هي تبدو جميلة جدا and her wedding dress was amazing وفستان زفافها was amazing يعني كان جميلا it was white الفستان كان ابيض and she was wearing a beautiful gold necklace and bracelets that were a gift from ايمن وهي كانت ترتدي ام قلادة وكمان اسورة او اساور عشان دي جمع اساور زهبية جميلة الاساور والنكليس اللي هي العقدة او القلادة دي that were a gift كانوا هدية من ايمن اللي هو العريس ايمن's traditional جلبية was white الجلبية التقليدية لأيمن كان لونها ابيض the bride and groom العروسة والعريس looked very happy يبدو نسعداء جدا طبعا ده ده ينطبق على الصورة اللي فوق دي اللي هي number two عند اي number three after the signing of the contract بعد توقيع عقد الزفاف عقد الزواج it was time for some food and some fun ها كان أو حان الوقت بعض الطعام والمرح that's my favorite part of the wedding هذا هو الجزء المفضل لدي في الحفل the wedding reception اللي هو وليمة الزفاف i sat at a table انا جلست على منضدة with my two brothers مع الاخين اخين اتنين لي my parents والدي and my grandma وجدتي i wanted to talk to some other relatives after the meal انا اردت ان اتكلم مع اقارب اخرين بعد الوقبة so لذا i got up انا نهضت and went to talk to my cousins ويه نهضت لاتكلم مع ابناء عمي my cousin ايمان ابنة عمي ايمان showed me all her photos of the wedding on her phone اه يعني اه ابنة عمي ايمان اه عرضت علي او ورث لي يعني اه الصور بتاعتها في حفل زفافها ويه ده كان على التليفون بتاعها then بعدها ايمان and amira cut the wedding cake ايمان واميرا قطعوا الكيك اللي هي كعكة الزفاف it was delicious كانت لذيذة ده طبعا في صورة number three هنا عند بي نشوف 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 النشاط اربعة بيقول read and listen again اقرأ واستمع ثانية write the person or people who اكتب الشخص او الناس اللي هما بيعملوا هنا او هما بيوصفهم العبارة دي هنا بيقول matching pictures to text يعني توصيل او ان انت تلائم بين الصور والنص ازاي هنا بيقول when you need to match pictures عندما تريد ان توصل صور او ترافق الصورة مع الكلام to text عشان النص عشان توفق بين الصور والنص اول حاجة هنا بيقول first find the words for the most important things and people in the text اوجد الاكثر find the most important things اكثر الاشياء او الاشخاص اكثر اهمية في النص then بعدها try to find them in the pictures حاول ان انت تشوفهم في الصور if they are in more than one picture لو هما متواجدين في اكتر من صورة go back to the text ارجع للنص and look for more details information about them ارجع للنص وشوف معلومات مفصلة اكتر عنهم الصور اللي بتتكرر معك شوف معلومات عنها مفصلة في النصوص for example على سبيل المثال there هنا بيقول are the people happy هل الناس سعداء are they inside or outside هل هما في الداخل او في الخارج are the things in the picture big or small الاشياء اللي احنا نوصفها في الصورة كبيرة او صغيرة كل ده هيساعدك على التوفيق بين الصورة والنص هنا في number one بيقول بيقول مين هنا got married in a beautiful wedding dress احنا نتكلم عن مين عن اميرة number two ايمن ايمن was wearing a white جلبية ايمن هو اللي كان بيلبس white جلبية جلبية ابيض طيب بتكلم عن حد was standing was standing next to the bride in the photo كان يقف بجوار العروس اللي هي العروسة in the photo في الصورة دي منال هنا عايزين نشوف مين bought any clothes and bracelets for his bride اشترى عقد او قلادة وbracelets اللي هي اساور لزوجته او للعروس العروس اللي هو مين اشترى لها ايمن العريس عايزين شخصية اللي هي showed منال all her photos اللي هي ورت لي منال كل الصور لها عرضت لها كل الصور بتاعتها في حفل زفافها مين اللي عملت كده ايمان cut the wedding cake اللي قطع كعكة الزفاف كان مين ايمان and اميرة اللي هم the bride and the groom number five you will think of a wedding that you went to فكر في حفل الزهاب انت ذهبت الي write sentences about who got married and who was at the wedding اكتب جمل عن مين اللي هم تزوجوا ومين كان في الحفل في حفل الزفاف what you did and what you thought thought of the wedding ايه انت عملت ايه في حفل الزفاف وايه رأيك في حفل الزفاف طبعا انت ممكن تاخد واحد من الفص اللي هم فوق دول وهتكتب زيهم وصف لي حفل الزفاف انت بالفعل حضرته هنكمل هنا في صفحة 17 الدرس الثاني اللي هو unit في الدرس وانحنا قلنا دي خاصة بالمعلم number one work in pairs يعني اعمل في ثنائيات انت وزميلك look at the photos انظر لي الصور in which of these places do you meet your friends and family في اي من هذه الاماكن الاربعة اللي قدامك انت بتقابل اصدقائك وتتقابل مع عائلتك طيب هنشوف هنا انا اخترت ده وهنشوف ليه number two بيقول ايه read and listen to اذا ايميل اه اقرأ واستمع ليه الايميل اللي هو البريد الالكتروني check write the place in exercise one where malak wants to meet tomorrow اه حط علامة على الصورة اللي في exercise number one اللي فيها من خلال الصورة دي ملك تريد ان تقابل تمارا الكلام ده بان فين من اول الايميل ده الايميل ده from malak يبقى ملك هي اللي كتبه الايميل to tamara كتبه لمين لصديقتها تمارا subject الموضوع some family some family photos يعني بعض الصور العائلي بيبدأ هنا التحية بتقول لها hi tamara اهلا tamara how are you كيف حالك فتبدأ بتقول لها i am sending you a photo of me انا ارسل لك صورة لي at my grandma's birthday party last week في حفل اعيد ميلاد جدتي last week الاسبوع الماضي the party was at my grandparents house الحفل كان في منزل جدي لاثنين and our whole family was there وعائلتنا بالكامل او باكملها كانت هناك we all had a lot of fun together نحن جميعا استمتعنا بوقتنا معا the party الحفل الحفل العيد الميلاد showed me that sending messages to your friends and family is fine ان ارسال الرسائل لاصدقاءك واسرتك او عائلتك ذا شيء جميل but لكن it's not as good as spending time with them ليست ليس جيدا كقضاء الوقت معهم اللي هم مع الأقرباء وكمان الأصدقاء you can laugh with them يمكنك أن تضحك معهم hug them تحت ظنهم and look in their eyes and really listen to them وتنظر لأعينهم وتستمع إليهم do you have time to meet up with me هي خلاص كذا حكت عن حفل عيد الميلاد الفكرة التانية ان هي تقترح عليها مكان تقابلها في فبتقول لها do you have time to meet up with me one afternoon next week هل لديك وقت لتقابلين في بعض الظهر مرة بعد الظهر next week الأسبوع القادم طيب قلت لها هي لسه بتكمل بتقول maybe on the week in drombama في عطلة نهاية الأسبوع we could go to the shopping mall هي كده بتقترح عليها ان احنا نقدر نروح shopping mall mall التسوق there is a shop there يوجد محلة هناك في المال that has some beautiful clothes in its windows في بعض الملابس الجميلة في واجهات عرض المحلات I could ask my parents for some money for the cinema أنا أستطيع أن أطلب من والدي بعض المال للسلمة or to go to a restaurant أو أني أذهب لي المطعم my dad's friend علي صديق أبي صديق أبي اللي هو علي opened a new restaurant افتتح مطعم جديد last month الشهر الماضي and it looks great ويبدو عظيما أو رائعا what do you think ما رأيك write soon and tell me about your family اكتبي لي قريبا حالا و اخبريني عن عائلتك love ملاك خلاص كده يعرفنا الفكرتين اللي في الإيميل أول واحدة بتحكيلها عن حفل عيد ميلاد الجدة والتانية بتخترح عليها مكان يتقابله عنده طيب هنا بيقول ايه read again اقرأ ثانية and answer the questions وأجب عن الأسئلة الأسئلة على اللي احنا أرينا ده الإيميل اللي هي كتبه ملك لصديقتها number one بيقول where was ملك in the photo she sends تمارا أين كانت ملك في الصورة اللي هي أرسلتها لتمارا هي حسب ما قالت في الإيميل at the grandma's house كان الصورة كان في من في منزل الجدة number two what four things ملك 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 زكرتهم قالتهم أنت تستطيع أن تفعلهم مع أصدقائك وأسرتك عندما تتقابلون أو عندما تقابلهم الأربع حاجات هم الأربع حاجات هتبص كده هتلاقي هنا في number two أهو إحنا حطتنا عليهم علامة ودي إجابة number two هي إجابة two الأربع حاجات اللي زكرتهم ملك اللي هم love with them hug them and look in their eyes and really listen to them دول أربع حاجات تقدر تعملهم مع أصدقائك أو مع أسرتك مع هم قريبك عائلتك عندما تتقابلوا أما number three بتقول when does ملك want to meet up with Tamara when يعني إيه يعني متى متى آآ تريد ملك أن تقابل Tamara عايزة تقابلها إمتى one afternoon next week في بعض الظهر مرة آآ بعض الظهر next week في أحد الأيام بعض الظهر next week الأسبوع القادم والكلام ده إحنا قلناه هنا في النص number four what does ملك ملك suggest ماذا تقترح ملك that she and Tamara do on the weekend تقترح عليها أن هي ممكن تعمل إيه هي وتمرة في عطلة نهاية الأسبوع ده السؤال number four ركز كده إجابته فين أهو باللون الأخضر هنا ده number four يبقى إجابة number one هنا باللون البرتقالي إجابة number two هتلاقيها هنا إحنا خلاص حطينا عليها العلامة number three أدي إجابته هنا أدي number three أما number four علشان إجابة كبيرة إحنا كتبناها هنا وميزناها باللون الأخضر بيقول إيه هم الأربع حاجات اللي اقترحتهم ملك يعملهم في عطلة نهاية الأسبوع أول حاجة اقترحت عليها يعني أن الزهاب إلى مال التصوق والكلام ده موجود في النص اللي هو نص الإيميل اللي إحنا قاليناه فوق الاقتراح الثاني كان الزهاب إلى السينما والاقتراح كمان هنا قالت الزهاب إلى مطعم اللي هو مطعم صديق أبيها هنشوف هنا بيقول إيه number five بيقول ماذا يبيعون في المتجر أو المحل اللي مالك كتبت عنه هي كتب تعلق بتقول لها إيه كانوا بيبيعوا ملابس جميلة ملابس جميلة number six ده إجابة five أه أما number six بيقول من فتح المطعم المطعم الجديد last month الشهر الماضي من her dad's friend اللي هو صديق أبيها صديق أبيها صديق أب ملك خلاص هنا قالت أهو قالت dad's friend اللي هو اسمه علي number four النشاط رغم أربعة بيقول إيه read again اقرأ ثانية and underline وضع خطا the phrase that ملك uses to ضع خطا تحت العبارات اللي ملك استخدمتها علشان تعمل لأجل تعمل ايه ask Tamara how she is علشان تسأل Tamara عن حلها بتقول لها كيف حالك قالت لها ايه قالت لها how are you والكلام ده موجود في اول الايميل هنا بتقول لها how are you بنرجع تاني للسؤال اهو number two بيقول say she is sending Tamara a photo ايه العبارة اللي قالتها ملك بتقول لها ان هي بتبعت او بترسل لتامارا صورة قلت لها i am sending you a photo والكلام ده موجود في النص عندك نص الايميل number three ask Tamara if she can meet meet up with her يعني طلبت من صحبتها اللي هي تمارا ask Tamara طلبت منها ان هي لو تستطيع ان تقابلها قلت لها do you have time to meet up with me هل لديك وقت ان تقابلينني number four ask Tamara her opinion about something ايه الجملة اللي قالتها ملك علشان تطلب او تسأل تمارا عن رأيها بخصوص شيء قلت لها ايه what do you think ما رأيك what do you think قلت لها ما رأيك والكلام ده موجود هنا فوق طيب هنشوف هنا صفحة التسعتاشر بيقول ايه طبعا شايفين ده ده تنبيه بيقول القاعدة دي بتاع اول درسين في الواحدة اتنين هتلاقيه مهم جدا جدا بتكلم عن حاكتين واحدة فيهم سهلة والتانية فيها مش صعبة بس هي فيها فكرة وبإذن الله انت لو شفت فيديو الشرح بإذن الله لقيه سهل جدا جدا بتكلم عن determiners ايه لحظة بس نقرأ اول حاجة رأس السؤال هنا بيقول اقرأ الصندوق الخاص بال ويأكمل الأمثلة والقاعد بإذن الله بإذن الله سهل جدا محددات او صفات الملكية اللي هي تعبر عن الملكية تعبر عن ملكية الشئ ده لشخص ما او ان احنا عايز نقول الشئ ده يخص مين ينتمي لمين يذكر بعدها اسم الشئ المملوك يبقى هقول محدد الملكية وهقول بعدها اسم الحاجة اللي يملكها طيب علشان نعرف محددات الملكية او صفات الملكية لازم نعرف ضمائر الفاعل قبلها ضمائر الفاعل احنا عارف نبدأ بيها الجملة اللي بيجي بعدها الفاعل على طول اي هي شري ات يو وي وي ذا يبقى دول اسمهم ايه ضمائر الفاعل يجي بعدهم الفاعل نبدأ بضمائر الفاعل نبدأ اي لو انا عايز اقول الحاجة ملكي انا هقول كذا سيارتي هقول يعني والدي طيب لو عايز اقول حاجة ملكه هو هقول طيب لو عايز اقول ملكها هقول طيب لو لغير العاقل ملكه او ملكها لغير العاقل هقول its بس خلي بالك بدون الفاصلة العليا فوق نقول its على طول بدون فاصلة عليا فوق ليه لانه لو قلنا فاصلة عليا فوق هيبقى كأنك بتقول بس مختصرة خلاص خلي بالك صفة الملكية او محدد الملكية لغير العاقل بدون أما هنا يعني سيارتكم او أباكم طيب ممكن اقول مثلا ملكك تنفع للمفرد وتنفع لجمع ملكك او ملككم وهكذا او ملكك هنا صفة الملكية او محدد الملكية للضميروي سيارتنا يعني ابانا اما ملكهم هاقول يعني سيارتهم هاقول يعني اباهم خلاص يبقى دون اسمهم ايه محددات الملكية او صفات الملكية يذكر بعدها اسم الشيء المملك خلاص كده نرجع تاني هنا هادي كتاب المدرسة عشان نشوف هنا هو شرح القعدة دي ازاي نشوف الجزء الاول هنا بيقول نحن نستخدم محددات الملكية اللي هي او يور او هر او 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 ذر يبقى محددات الملكية بنستخدمها عشان نقول الحاجة دي اللي احنا متكلم عنها تخص مين بتاعت مين وممكن نقول مين المالك بتاع الحاجة دي هيا هيا هتدي نفس المع طيب هنا بيقول ايه خلي بالك كل ضمير فاعل ولو ضمير ملكية او محدد ملكية اللي هو ده انا بيقول انا ارسل لك صورة لي ات في ايه ماي جرام ماس بيرث دي بارتي لاست ويك في اه في حفل عيد ميلاد جدتي لاست ويك الاسبوع الماضي يبقى نحن نقول جدتي نقول ايه ماي جرام ماس وانكم يمكنك ان تنظر في عيونهم بتكلم عن الاقرباء يمكنك ان تنظر في عيون اقرباءك وبالفعل تستمع اليهم خلاص يبقى there هي محدد ملكية للجامع اللي هي بتيجي مع الضمير they طيب there is a shop يوجد متجر او محل there يوجد هناك that has beautiful clothes in its windows اللي به ملابس في واجهات العرض بتاعته هنقول it's ده محدد ملكية لغير العقل write soon and tell me about يعني اكتب قريبا او حالا واخبرني بشأن او اخبريني بشأن about your family your family اهي family مكتوبة وانا كتبتها تاني your family يعني ايه اسرتك او عائلتك خلاص يبقى ده محدد الملكية بيقول الاسرة دي بتاعت مين your family اسرتك ده الجزء الاول من القاعدة اللي هو determiners محددات الملكية او نقول عليها صفات الملكية دلوقتي هنتكلم عن الجزء التاني التاني من القاعدة يبداه كده احنا تكلمنا خلاص عن محددات الملكية او صفات الملكية دلوقتي هنتكلم عن الاباستروفي اس او الاس اباستروفي لايه خلاص دي للملكية هنشوف برضو القاعدة هنا عشان هنا مطلقبطة شوية هنشوف هنا القاعدة هتلاقيها سهلة جدا جدا لاحظة بس كده عشان هنشوف كويس من خلال تكبير الصفحة اهو اه 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 اتعبر عن الملكية تركز معايا كويس جدا جدا والله لو فهمتهم بازن الله مش هتلاقي اي صعوبة في حل الاسئلة اللي ناس كتير جدا بتتلقبط فيها اول حاجة عايزين نعرف ملكية المفرد يعني عشان اقول الحاجة دي ملكية شخص واحد بس واحد بس طيب المفرد ده في منه حاجتين اما مفرد ليس اخره حرف اس او مفرد اخره حرف اس هنشوف اول نقطة ملكية المفرد الذي ليس اخره حرف اس زي ايه احمد احمد ده في حرف اس لا مفهوش عشان اسبت ملكيته للشئ ده هعمل ايه هجيب اسم احمد ده وهجيب بعدها افصرفي اللي هي الفاصلة العليا وحرف الاس يبقى احمد زبوك يبقى ده كتاب احمد خلاص اسمها ايه احمد زبوك كتاب احمد طيب لو احمد ده يمتلك هو نفسه الشخص المفرد ده بس يمتلك اكتر من كتاب كتب كتير هقول احمد زبوك يبقى مش مهم هو يملك ايه مش مهم هو يملك مفرد ولا جمع المهم هو كشخص كمالك يبقى مفرد خلاص شخص المالك ده لو كان مفرد هنعمل ايه عشان نسبة ملكيته للحاجة دي هنجيب افصرفي واس خلاص طيب لو في اسم حد مفرد بس هو اساسا في حرف اس تأخر الاسم ده موجود حرف اس نعمل ايه زي اسم لميس لميس دي اخرها حرف اس هنعمل ايه هنقطع حرف الاس كده ونرميه برا برا الاسم لا مش هينفع هيبقى لمي بس مش هينفع فهنخلي حرف الاس معه وهنطلع على بصرفي برا خلاص تاني يبقى ملكيت المفرد اللي اخره حرف اس هنعمل ايه هنخلي حرف الاس بتاعته معه وهنطلع على بصرفي برا يبقى لميس بق ده حل والحل التاني ممكن حاج اختيالي تاني اللي انت هتخلي الاس بتاعتها معاها لميس وهتجيب أباستروفي وكمان اس أباستروفي اللي هي الفاصلة العليا وبعد كده اس تانية عشان نسبة ملكيتها للكتاب ده هنقول لميس سبق يعني كتاب لميس نقول كمان المفرد اللي أخره اللي هو ليس آخره ليس آخره حرف اس هنعمل له ايه عشان نسبة ملكيته هنضيف أباستروفي واس سواء الحاجة اللي بيملك هدي مفرد ولا جمع طيب ملكيت المفرد اللي هو آخره أساسا فيه هو حرف اس هنعمل ايه هنخلي الاس دي معا وهنطلع لأباستروفي بر او الاس كده كده معا هنخليها وهنضيف أباستروفي واس دي النقطة الأولى اللي خاصة بيه المفرد أما هنا الجمع بقى هنجيب أول حاجة جمع منتظم جمع منتظم يعني ايه يعني كلمة مفرد أقدر أجمعها بإضافة حرف الاس خلاصت؟ او الاس يعني مثلا كلمة بوي كلمة بوي دي ولدها جمعها تبقى ايه؟ تبقى بويز وطالما في صيغة الجمع وافق أني حرف الاس تبقى معا خلاص خليها معا وهنطلع الأباستروفي بر هتبقى بويز روم يعني غرفة الأولاد نقول كمان الجمع المنتظم اللي هو بيوافق في صيغة الجمع بتاعته يبقى فيها حرف اس خلاص خلي الاس معاه وموافق بها وهنطلع الأباستروفي بر هتبقى بويز روم كمان مثلا كلمة جول جول دي مفرد طيب عشان أجمعها تبقى ايه؟ يعني هتوافق على حرف الاس معاها في صيغة الجمع خلاص خليها معاها وهنطلع الأباستروفي بر يتبقى الأباستروفي تبقى بعد الاس طيب تعالوا نشوف لو جمع غير منتظم يعني غير منتظم يعني مش بجمع بحرف الاس زي مثلا تبقى يعني طفل الجمع بتاعها ايه؟ ماينفعش أقول دي مش جمع أصلة مش جمع طيب يبقى الجمع ده غير منتظم يعني مش موافق حرف الاس يبقى معاه في صيغة الجمع خلاص هنبعدها عنه وهنطلع الأباستروفي في النص لأنه هو مش موافق عليها أصل مش موافق عليها يكون في صيغة الجمع بالنسبة آدي المفرد وآدي الجمع طيب في صفة أو في هنا حاجة هنقولها هنقول إذا كان المالك أكتر من شخص يعني كذا حد بيمتلك الحاجة دي نضيف أعمل إيه؟ هنقول أباستروفي وإس على آخر شخص يملك الحاجة دي يعني مثلا لو قلنا ألاق وآية ألاق وآية ألاق وآية يعني والد ألاق وآية ذه معلم يبقى آدي اسمين أهم اشتركوا في ملكية الأب طيب يبقى هنعمل إيه؟ هنقول أباستروفي ويس على آخر اسم نذكره حتى لو كان هنا فيه كذا اسم نقولنا أحمد وآية وآية وحمزة وهكذا يبقى آخر اسم ده بس هو لها ياخد أباستروفي اس طيب لا تستخدم أباستروفي اس اسم مع الجماد الجماد ملهوش ملكي هقول يعني باب الجراج هقول مثلا يعني باب الفصل وهكذا هنا في ملحوظة بتقول يمكن أن نستخدم الأباستروفي اس بعد الاسم دون أن نذكر المملوك هقول إنهم ملك أختي ممكن تكون بتكلم عن القلم مسبقا هنا عن القلم عن السيارة عن الحقيبة وهكذا طيب هنا بيقول نستخدم الأباستروفي اس قبل الوظيفة عشان نقصد بيها المكان وهيكون معها حرف الجر ات ازاي مثلا دنتست يعني ايه طبيب أسنان دنتست الوحدة يعني طبيب أسنان لكن لما أقول ات زدانتست وأضيف الحرف الأباستروفي الأول بعد كده حرف الاس ده يبقى أنا عايزة أقول في عيادة طبيب الأسنان ات زدانتست خلاص في عيادة طبيب الأسنان يبقى حرف الجراءات وإضافة أباستروفي اس للوظيفة هتعبر عن المكان يعني يعني جزار عايز أجيب لحم من عند الجزار هقول في محل الجزار طيب علشان نسأل عن الملكية بنستخدم أداة الاستفهام اسمها ايه هوز هوز بمعنى ملك ومن أو لمن خلاص كده نرجع لكتابنا هادي الكتاب كده احنا هنطبق اللي احنا قلناه في القاعدة على الأباستروفي اس بس انت تذكرها كويس انت خلاص فيه انتهى هتذكرها كويس ان شاء الله تبقى تمام هنا بيقول ايه هتبقى تمام هنا بيقول we use we can also use يمكننا ايضا ان نستخدم عايزي خيارك بقى هل هنستخدم أباستروفي اس ولا اس وبعدها أباستروفي طالما قال لك يعني مفرد يعني مفرد طالما مفرد من كده مفرد تبقى ايه أباستروفي وي اس هنا بيقول my dad's friend خلي بالك اهو dad مفرد ليس آخر محر في اس هنضيف ملكيته ازاي بالأباستروفي الاول وبعد كده اس يبقى my dad's friend علي اللي هو صديق ابي اللي هو اسمه علي opened a new restaurant last month يعني افتتح مطعم جديد في الشهر الماضي بعد الاسم الجامع ويقال أباستروفي اس ولا اس وبعدها أباستروفي هنضيف دي الاس وبعد كده أباستروفي زي مسلا هنا بيقول كانت في آآ بيت جدتي اللي هم أجدادي لاتنين جدي لاتنين فلما جمع اتنين او كتير جمع اهي يبقى دا جمع منتظم وافق حرف الاس تبقى معه خلص خليها معه وهنطلع لأباستروفي بار نشاط ستة بيقول اكمل الجمل بمحدد الملكية الصحيح او اس الملكية نمبر كأنك بتقول هي طيب ايه هو محدد الملكية المناسب لهي هو هز نمبر تو مايجرام بيرانس مايجرام بيرانس لهم جدي ولا اقولها كده بالاس الجمع دي ولا مايجرام بيرانس هاوس هنقول ان لقصر از نير دي ريفر يعني منزل جدي في الاقصر بالقرب من انه طالما هنتكلم عن المنزل يبقى ملكية وملكية هنا طبعا مايجرام بيرانس دي جمع وطالما جمع موافق حرف الاس يبقى معه في صغة الجمع خلاص خليها معه وهنطلع لأباستروفي بار نمبر تري هذه او اسمها خلي بالك القطة هو القطة واحدة فقط يبقى قطة واحدة فقط والقطة غير عاقل يبقى هنقول عليها ده محدد الملكية اللي احنا نستخدمه معه غير العاقل المفرد هنقول اسمها طيب عايزين نتكلم عن فراء فراء فلافي القطة دي دونه بني طيب ده مفرد اسم مفرد دي قطة واحدة بس وعلشان مفرد ليس اخره حرف اس اسبات الملكية لك باضافة افاستروفي واس هنقول فلافي فر يعني فراء فلافي اس براون لونه بني نمبر فور هنه دي ابنة عمي هقول اتس مام ولا هير مام هير مام لانه هنه دي عاقل دي بنت فعشان كده كأنك بدال ما تقول هنه تقول شي طيب شي كده كضمير فاعل ايه محدد الملكية المناسب لها هو هير هقول هير مام والدتها is my aunt مجدى عمتي مجدى والدتها تبقى هي عمتي مجدى نمبر فايف is this a photo of your cousin's wedding سامير احنا اشترنا يور ليه لانه ده سؤال انا بسأل شخص القدامي فاقول له your cousin's wedding حفل آآ حفل زفاف ابناء عمك ابن عمك حفل زفاف ابن عمك هنا آآ أو بنت عمك ابن العم أو بنت العم تنفع cousin هنا بيقول ايه the bride's dress is beautiful يعني آآ فستان العروسة جميل طيب bride ده مفرد وعشان مفرد ملكية المفرد الذي ليس آخره s بإضافة واس خلاص يبقى هو بتكلم كده عن بنت عمك number seven find a photo يعني اوجد صورة or draw a picture أو أرسم صورة of your family لأسرتك all together الأسرة أو العائلة بأكملها write a description of it in your notebook اكتب وصف ليها في كراستك describe اوصف بقى يبقى ده نشاط لك انت هتستعين بالحاجات المكتوبة هنا عشان تكتب زيها ايه describe يعني وصف وصف الصورة ممكن ترسمها أو ممكن تجيب صورة أساسا متصورة عندك ليه العائلة وتوصف الصورة دي بقى هتوصفها ازاي who was there who was there يعني من كان هناك مين اللي كان في الصورة where you were where you were يعني اين انت كنت انت كنت فين في الصورة what you were doing ماذا كنت تفعل why you enjoyed it لماذا استمتعت بي الأعداء العائلية دي طيب هنا هنقرأ دول عشان نعرف ايه اللي بيحصل وتعرف تعمل زيه بس احنا كنت بيلك نموذج هنا اهو لو حابب تستعين بي بس هنقرأ النص ده الاول بقول in this picture في هذه الصورة my family and i were having lunch at my grandparents house يعني أسرتي وأنا كنا نتناول طعام الغداء في بيت جدي my aunt selwa عمتي selwa and her kids وأطفالها were there كانوا هناك the food was delicious الطعام كان لذيذا we had احنا تناولنا ايه salad salata feta we الفeta and meat we my grandmother my grandmother jadda also cooked some delicious آآ طبخت بعض الحساء أو الشربة اللذيذة after we ate بعد ما أكلنا آآ mom made us all some tea and cake آآ الام صنعت لنا جميعا بعض الشاي وبعض الكعك which we all enjoyed استمتعنا بطعم الشاي والكعك after that بعدها i played outside with my cousins لعبت بالخارج مع أبناء عمي it was great fun آآ كان يوما مريحا جدا كده هنشوف النموذج اللي احنا كاتبينه لو انت هترسم صورة أو تجيب صورة ويتعلق عليها أو توصفها هنا مثلا هقول ايه an activity ده نشاط on yun 2 على الواحدة التانية lessons one and two درسين واحد واتنين في student book في كتاب المدرسة أو كتاب الطالب this is a photo of my birthday انت طبعا هترسم صورة آآ صورة انا مش هرسم صورة هنا انت بس اقولتلك الكلام اللي ممكن تكتبه تستعين بي عشان تكتب زي وانت ارسم صورة بس مثلا لعائلتك هتقول ايه this is a photo of my birthday at my house هذا هذه صورة لعيد ميلادي في بيتي أو منزلي all my relatives were there كل اقاربي كانوا هناك we were all happy كنا جميعا سعداء my mom made me tasty cakes امي صنعت لي كعكات لذيذة i was on the right of the table ها هو قالك يقول مكانك فين في الصورة فانا بقول i was on the right of the table انا كنت فيه على يمين المنددة i was eating some cakes كنت ااكل بعض الكيك my aunt ayah gave me a nice present عمتي ايا اعطت لي هدية جميلة the food was delicious الطعام كان لزيزا there were sweets fruits and drinks كان هناك حلويات we fruits فواكه وكمان drinks مشروبات كده هنرجع للكتاب بتاعنا احنا كده خلصنا الدرسين الدرسين واحد واثنين في الوحدة التانية ان شاء الله هنستكمل مع بعض على الكتاب المدرسة وكمان منهجنا شغلي من كتاب المعاصر وكتاب جيم لو حابب تتابع معنا هتلاقيهم موجودين معاك على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة